وحشنا يا رسول الله يسدنا شؤنا زدوى الله ومهما طوّل الغياب محمد مشتاقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني وأحبابي في الله وسيبقى محمد لسه مع حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم ومع المواقف العظيمة اللي بتبهر القلوب وتذهل القلوب وتعرف العالم كله لا أعرفوه لا أحبوه عليه الصلاة والسلام لما في يوم من الأيام بإذن الله تدخلي الجنة وتشرب من أنهارها وتسكن في قصورها افتكري افتكري إن وراء كل نعيم بتتنعم بي افتكري إن وراء كل عطاء من عطاء ربنا ليك في واحد ضحى بحياته عشانك في واحد يتحمل ألم ما فيش جبل يتحملها في الدنيا عشان تتنعملت النهاردة في الجنة لما في يوم من الأيام تدخل قبرك ويفتح ليك باب إلى النار ويقال هذا كان مقامك في النار لو كنت عصيت الله ولكن انت نجوت بسبب اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام افتكر إن وراء نجاتك النهاردة إنسان كم مرة جاء عشانك كم مرة عطش عشانك كم مرة تعب عشانك لما في يوم من الأيام تقف قدام العالم كله وتعرف قيمت دينك وتقول أنا مسلم وقال إنني من المسلمين افتكر إن عشان الدين يوصلك في أي دولة من دول العالم أنت موجود في هالوقتي في إنسان استحمل أذى قد إيه في إنسان كل اللي حبهم ماتوا ومع ذلك ما تأخرش عنك يوم واحد في إنسان هدت بالقتل في إنسان طرد في إنسان أخرج في إنسان عذب في إنسان أوذي ومع ذلك ما توقفش عشان انت النهاردة تطلع مسلم لما في يوم من الأيام تيجي تعدي من على الصراط وتلاقي قدامك في نساء بيقع ووراكي في ناس بتقع وانت بفضل الله ثبت وبتعدي افتكر إن وراء إنقاذك النهاردة في إنسان ضحى بحاجات كتير أويش عشان انت النهاردة تقدر تعدي عشان انت تنجي من المهالك اللي انت فيها نهاية عشان انت تقدر يتوصل لربنا سبحانه وتعالى يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام والألام اللي مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام والألام اللي تحملها النبي حبيب الله يخرج في غزوة بدر يقاتل المشركين أشد قتال ويرجع منتصر فأول رمضان ربنا يفرض صيامه على المسلمين يعني أول عيد صغير راجع قبل العيد الصغير بأيام أيام قبل العيد الصغير عليه الصلاة والسلام يعني خلاص يعني الناس بتستعد الأول عيد في الأمة والنبي داخل المدينة يفاجأ ان بنته رقية لسه ميتة ولسه دفننها قبل ما يطأ المدينة برجليه قبل ما يدخلوا مع هذا لم يتوقف أبدا عليه الصلاة والسلام ابنه ابراهيم مات كان ممكن يقعد اسبوع حزين كان ممكن يكتئب ابنه الوحيد الذكر الوحيد بعد ستة من أولاده ما ماته دفن سبعة من أولاده بقته قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام ما فيش واحد حبه لو مات عليه الصلاة والسلام كان ولكن يموت ابراهيم برضو ما يتوقفش عن الدعوة يموت زينب ما يتوقفش عن الدعوة يموت أحفاده ما يتوقفش عن الدعوة عليه الصلاة والسلام أخوانا يا جماعة يا مقادة عظماء جدا في العالم لأن ابنه مات أو بسبب علاقة عطفية توقف عن القيادة بل فيه ملوك اعتزلوا الملك بسبب صدمات عطفية في حياتهم بل فيه عبقرة ومختارعين أثروا العالم بالاختراعات بسبب أن حصل ابتولي بمرض أو طلق زوجته أو ابنه مات ترك أو أصيب بأزمة مادية ترك كل ما كان يفعل من نفع البشرية الإنسان لما بيبتلى بابتلاء بيصاب بالهم والغم هو لسه قادر يمشي لما بيبتلى كمان بابتلاء تاني وتالت ورابع بينهار ما بيقدرش يواصل النهاردة هنتكلم عن الثبات التاريخي عن العزيمة التاريخية عن الصبر التاريخي عن التحمل التاريخي بتاع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله أشد الناس بلاء الأنبياء يبتلى المرء على قدر دينه وأعظم البشرية دينهي النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده أعظم واحد يبتولي في تاريخ البشرية هو محمد عليه الصلاة والسلام أنا عايزك تحسب النهاردة إيه اللي ابتلاءات اللي ربنا ابتلك بيها إيه المصائب اللي حصلت في حياتك عشان تشوفه هل ممكن يا جماعة إنسان يبتلى كل اللي ابتلاءات ده إيه إلا هنتكلم عن جزء منها النهاردة وإحنا بنتكلم عن إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي كلمة فلا أبالي اللي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان شعار حياته مهما حصل يا رب أنا أستحمل أي شيء الحاجة الوحيدة اللي يمكن أعملها إن نتوقف عن نصر الدينك إن نتوقف عن تعريف الناس بيك يا رب يا عظيم يا قدير الشعار بتاعنا الليلة إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي الآلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتعرض لها في حياته النبي من وقف بطنه أمه بدأ الابتلاء وبدأت المصائب أبو مات عمره ما قال كلمة أبي ملقاش حد يناديه بكلمة أبي زي ما أي طفل بيقول بابا وبيلاقي أبوه النبي عليه الصلاة والسلام اتولد وهو عنده ست سنين وهو رايح يزور قبر أبوه مع أمه تموت أمه ويدفنها هو والخادمة ما كانش ويدفنها هو والخادمة في الطريق عليه الصلاة والسلام يعني قبر أمه كان بين طريق مكة والمدينة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يدفن أمه وهو عنده ست سنين ويتنقل ما بين خمس بيوت ما بين بيت أمه وبعد كده بيت حليمة السعادية مرضعته وبعد كده يرجع لأمه وبعد كده أمه تموت يروح لجده وبعد كده جده يموت يروح لعمه ما فيش حد حبه إلا هو مات عليه الصلاة والسلام ويتنقل ما بين البيوت عشان ربنا يعلمه ان دينه ما يوقفش عند اي ظروف ان مهما كانت الظروف لازم يفضل دينك ثابت مهما الدنيا تغيرت حواليك عليه الصلاة والسلام بعد كده النبي اولاده ابتلاقه في اولاده يا جماعة النبي دفن سبعة من اولاده ياللي بتبكي على ابن ماتليك النبي دفن سبعة عليه الصلاة والسلام والوحيدة اللي ما ماتتش فاطمة بشر بموتها قبل ما يموت سيدة زينة بقعدة ست سنين مريضة تتألم قدام النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما ماتت ام كلثوم جوزها لسيدنا عثمان ابن عفان ماتت ولم تنجب ولم تنجب ولم ترزق ولد رقية ماتت في اليوم اللي هو كان داخل فيه من غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام اولاده كلهم ماتوا تلت ذكور ماتوا ليه في مكة قبل الهجرة الى المدينة المنورة احفاده ماتوا ما فيش واحدة من بناته ما متلهاش حفيد الا ام كلثوم لانها ما خلفتش اصلا بناته اتطلقوا ابو لهب طلق اتنين من بنات النبي من ولاده انتقاما من النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى الظروف ده كلها مراته ماتت متأثرة بالمجاعة في شعب ابو طالب السيدة خديجة عمه مات وقان على الكفر ودي كانت حاجة شديدة جدا امه ماتت على الكفر ودي حاجة شديدة جدا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام احفاده شال بنت بنته وهي مريضة روحها فاضت الى الله ابن ايدي ابن بنته شاله ونفسه يقاق عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة احبابه عثمان ابن مضعون عثمان ابن مضعون لما مات النبي كان بيحبه حب عظيم النبي قبله وعينه طهرقان دموع النبي فيضى من عينه حزنا على موت اصحابه عليه الصلاة والسلام ابتلي في كل من احب ابتلي في كل فترة من فترات حياته وهو عشان تعرف استحمل عشانك ايه عشان تعرفه يا عالم عشان تعرفه يا عالم لو ما كانش صادق ايه اللي صبره على كل ده ايه اللي خلاه مصمم يعمل لدين الله رغم كل اللي ابتلقت ديه رغم كل الاهوال اللي حصلت في حياته عليه الصلاة والسلام وهو لسه في اول الدعوة ورقة ابن نوفل يقول له يا ليتني كنت معك اذ يخرجك قومك انه بيقال له او مخرجية هم عمر بن هشام حبيب قلبي هيتردنا ابو جاهل ابو جاهل اللي هو عمر بن هشام يا جماعة الوقت كان اسمه ابو الحكم ابو لاهب اللي وشه من كتر جماله سموه ابو لاهب هيخرجني انا او مخرجية هم من اول عارف ان الطريق ده شق بعد كده لما دخل في شعب ابي طالب كان ورق الشجر وبناته كانوا قدامه ورق الشجر علي الصلاة والسلام احد الصحابة يقول رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعم الا ورق الشجر طب استحمل ليه وعشان ايه والمشركين بيقولوله انشئت ملكا ملكناك ويستحمل ورق الشجر لو لانه من عنده ربنا لو لانه في قمة الصدق كان استحمل كل ده ليه عليه الصلاة والسلام احد الصحابة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجده من الضقل ما يملأ به بطنه يعني ايه الضقل يعني الطمر الرضي مش لاكي طمر الرضي احد اصحاب النبي عليه السلام يقول يقول ما شبع قاله محمد لنبه عليه السلام ولا زوجاته ما شبع قاله محمد من خبز الشعير اللي هو اقل من العيش اللي احنا بناكله ويومين متتاليين سيدة عائشة بتقول ما شبعنا من الطمر حتى فتحة خيبر عشرين سنة النبي بينا مجعان عليه الصلاة والسلام مش منابش شبعان غير اخر اربع سنين في حياته عليه السلام ولما مات ودروا عمرونة عند يهودي عشان عشرين صع شعير عشان زوجاته يخبزوا عيش عشان يلاقوا عيش يكلوه عليه الصلاة والسلام النبي عليه السلام مات ومعهوش فلوس يجيب زيت ينور به المصباح سيدة يا عيشة استلافت زيت من الجيران عشان تنور به المصباح للنبي عليه السلام كل دا استحمله ليه كل دا استحمله والمعجزة انه لم يتوقف عن الدعوة ولا يوم انه لم يتوقف عن نصر الدين الله ولا يوم عليه الصلاة والسلام انبي تحمل كل ده عشانك وعشانك انبي لولا صدقه العظيم كان يستحمل كل ده ليه يا جماعة السيدة عيشة تقول كان يمر الهلال تل والهلال تل والهلال ولا يقض في بيتنا نار يعني حتى ما فيش هوات رز يعني ما فيش غفع السخن قالولا فما كان يعيشكم ممالكوا تعيشين ازاي قالت انهما الا الاسودان التمر والماء مش الاسودان الوقتي الكباب والبيبسي التمر والماء النبي عليه الصلاة والسلام تحمل الجعدة كله لدرجة انه مرة خرج في الشارع بالليل فمبكر خرج وعمر خرجت قبله فقال ما اخرجكما قالوا ما اخرجك انت يا رسول الله في هذا الوقت عليه الصلاة والسلام قال ما اخرجني الا الجوع ما اخرجني الا الجوع عليه الصلاة والسلام حاكم الدولة بيقول ما اخرجني إلا الجوع عليه الصلاة والسلام قالوا ما أخرجنا إلا الذي أخرجك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي خرج بسبب الجوع يا جماعة عشان في وقت من الأوقات وأنا بتكلم معكم الوقتي الأدان يدن الوقتي في الدنيا كلها وفي الكرة الأرضية كلها وإحنا عادي نسمع الأدان في كل مكان وإحنا بنسمع عن ربنا مين اللي كان سبب وراء كل ده كان فيه إنسان ضحى وكافح وما نمش وتعب وصبر ولم يتوقف لحظة رهم كل الابتلاءات ديت والألام ديت النبي الرأس الأولى في الدولة والوزير رئيس الوزراء ووزير الدفاع التلاتة خارجين أخرجهم الجوع ما أخرجني إلا الجوع الله أكبر الكلمة دي نواجه بها الدنيا كلها جماعة قل لهم إيه اللي صبروا لو لا أنه صادق من عند الله سبحانه وتعالى عليك أفضل الصلاوات من رب العالمين يا حبيب الله يا نور قلوبنا ويا طبيب قلوبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل شعب أبي طالب لا ينوم مصممين يقتلوه النبي عليه السلام يدخل شعب أبي طالب ويأكل بناته وراء الشجر أمامه عليه الصلاة والسلام النبي عليه السلام يروح الطائف يا دوام إلى الله واحد يقول له يقول له أما وجد الله غيرك ليرسله وربنا ما لقاش غيرك استغفر الله العظيم وأتوب إليه عم أبو لهب هو عنده سبعين سنة يجري وراه وبيضع إلى الله ويقذفه لحد ما رجلين النبي عليه السلام تنزف ويتحمل عليه الصلاة والسلام بعد كده في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام ويشه ويتمالى دم عليه الصلاة والسلام ولكن يصمم ويكمل في غزوة الخندق ثلاثة أيام ما يكلش ويربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام في غزوة تابوك عنده 62 سنة وخارج 1500 كيلو متر فأشق غزوة من غزوات الإسلام كلها قبل ما يموت ما عادش قادر يصلي قيام الليل وواقف سيدة عائشة سألوها هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسة قالت نعم بعدما حطمه الناس بعدما الناس حطمته تحطيم عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام حايز أقول لكم يا جماعة في كل ده ما كانش بيتوقف لأنه شيء الهمك وشيء الهمك قال تعالى لعلك باخع النفس كأن لا يكونوا مؤمنين يعني إيه البخع البخع هو الذبح حتى البخاع لأن الإنسان يدبح نفسه لحد ما رقبته تفصل عن جسده تقريبا ده اسمه البخع يا جماعة ربنا بيقوله هتدبح نفسك من الهم مش عايز أتوقف أبدا عليه الصلاة والسلام في تسع سنين أقام 130 معركة عشان نصرة الدين حوالي 30 غزو حوالي 100 سرية ويروح بيته بعد كل المجهود ده يقول لزوجته ايه الطعام اللي عندكم ما على عندكم من طعام تقول ليس عندنا طعام يقول إذن أصبحنا صائمين ايه الأخلاق دي ايه الحلم ده عليه الصلاة والسلام مرة روح قال له على عندكم طعام قالت ما عندنا إلا الخل قعد يغمس العيش في الخل وياكل ويقول نعمل إدام الخل نعمل إدام الخل عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كان بيبدل مجهود يا إخواني ما فيش بشر بذله عشان رسالته عشان نعرف يعني ايه صاحب رسالة الدرس ده بيعرفنا يعني ايه صاحب رسالة يعني ايه صاحب قضية يعني ايه صاحب هدف يروح غزوة بين المصطلق يرجع منها وفي قمة الإجهاد يحصل حادثة الافك شهر كامل المدينة المنورة بتلف حوالي النفسها بسبب حادثة الافك يخرجوا منها يبلغ ان عشر تلاف مشرك جيش جرار جيين عشان يكتاحوا المدينة يقعدوا شهر يبنوا في الخنادق التلاتة اللي طوقت المدينة بعد كده يجي المشركين يحصروهم حوالي شهر تاني بعد كده ما كانش حد يأمن انه يقضي حكته في اسناء الاسهار المشركين يمشوا من ليل في صلاة الظهر النبى عليه السلام يقول للصحابة لا يصليين احدكم العصرة الا في بني قريضة يروح يحصرو بني قريضة فوق الخمستاشر يوم كل ده مجود قاتل يا جماعة يروح يفتح مكة تتفتح مكة ياخد الجيش بعد ايامه يطلع على حنين يقاتل حنين يخلص من حنين يطلع على الطائف يحصرها بعد كده يرجع على الجوعران يقسم الغنائم بعد كده يرجع على مكة يعتمر بعد كده يطلع على المدينة يستقبل وفود الجزيرة العربية كلهم وهم جايين يسلموا من ايديه ويهي حيضوه على الاسلام بعد كده يطلع غزو التابوك 1500 كم بعد كده يرجع تاني عشان يستكمل وفود الاسلام وهو في اخر سنة في حياته يعني النبى عليه السلام بدل مجود قاتل يا جماعة عليه الصلاة والسلام عشان كده مش هنه في اخر حياته وهو العباس شيله من ايد وعليه من ايد والنبى عليه السلام متشال مش قادر يشير رجليه برجليه بتخط في الارض مش قادر يمشيها على الارض الرجلين اللي تفطرت في الطائف لما مشي 90 كم على رجليه رايح جاي عليه الصلاة والسلام الرجلين اللي تفطرت في القيام الرجلين اللي تفطرت في الجهات في سبيل الله الرجلين النبى عليه الصلاة والسلام مش مسافات قدها جماعة مش مسافات قد ايه عشان يحطم في الاخر عليه الصلاة والسلام النبى كان بيطلع غار حراقية تحنث ساعة ونص طالع النبي عشان يروح يهاجل لمكة 500 كيلومتر النبي عشان فتح مكة 500 كيلومتر رايح و500 كيلومتر جاي عشان يروح تابوك 750 كيلومتر رايح و750 كيلومتر جاي النبي عليه الصلاة والسلام بذل مجهودا رهيبا عشان نعرف يعني ايه صاحب رسالة يعني ايه صاحب قضية يعني ايه واحد عايش عشان قضية عشان نعرف يعني النبي عليه الصلاة والسلام مفيش يوم توقف فيه هاتوا عفو ماء العالم هاتوا عفو ماء الارض وشوفوا يوم امراضاتهم ماتت يوم طلقوا زوجاتهم يوم حد من اولادهم مات يوم افتقروا يوم اصيبوا بامرات خطيرة عملوا ايه عملوا ايه يا جماعة ستيف جوبس لما جاله سرطان البنكرياس عمل ايه استقال من شركة قبل اللي هو مؤسسها اصلا استقال من قبل وقال انا لم قعد استطاع ان ادير قبل انما عليه الصلاة والسلام كان عنده يعني الام زبحة صدرية متواصلة اخر ثلاث سنين في حياته كان يقول هذا اوان انقطاع ابهري انقطاع الابهر لما كنا مندرسه في كليل طب المصطلح ده بالظبط مرض اسمه يعني الاورطة بيتشرح فيه وبيتقطع من جوه لحد ما الانسان يموت يعني النابع لسه صامحا عنده هذه الالام الرهيبة ومستحمل ولا يتوقف عن الجهاد ابدا هاتوا عظماء البشرية ومخترعينها وشوفهم هاتوا اي رئيس امريكي خدم امريكا خدمة السنين لما طلع ومعادش رئيس عمل ايه فضل يخدمها هذه الخدمات لا فضل يقدم لها هذه الخدمات لا شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه الاخر لحظة في حياته عليه الصلاة والسلام جهده في التربية لدرجة ان ربنا نزل قرآن بيقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم هو كان أبوكم انتو بتعملوا فيه كده ليه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وفي وسط كل ده بيستحمل كل الجوع ده وبيستحمل كل الفقر ده عليه الصلاة والسلام وكل المجهود ده مجهود 23 سنة لسه الله يتحملوا عشاننا 50 ألف سنة يوم القيامة وهو يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى يا أخوانا المبهر في النبي عليه الصلاة والسلام في حلقة الليلة المبهر في حلقة الليلة ونحن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي فلا أبالي الذي لم يبالي بشيء المبهر في هذه الأشياء إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتحمل كل ده ولا يتوقف عن الدعوة إن أشد فترات الآلام زادت فيها في حياة النبي هي أعظم فترات زاد فيها جهد النبي عليه الصلاة والسلام وزاد فيها تضحية النبي وزاد فيها ثبات النبي وزاد فيها جهاد النبي عليه الصلاة والسلام إن يبقى يعني إن إحنا نعرف إن النبي استحمل كل ده عشان إحنا عملنا عشانه إيه؟ لو النبي عليه الصلاة والسلام تخيله اتقلم النبي راجع حبيب الله راجع الناس كلها تلمت والناس كلها جرت والناس كلها فرحت واليهود ترعب ومحمد بن عبد الله عليه السلام راجع النبي جه وعملوله منبر والامة كلها التفت حواليه والنبي بيخطب فجأة بنات سانوية عامة قالوله يا رسول الله عندنا سانوية عامة نسقط ما نقدرش نكمل والموظفين قالوا يا رسول الله عندنا شغلانة تانية عشان يا رسول الله مش هنقدر نكمل يا رسول الله والشباب قالوا له يا رسول الله دورة الكورة وكاس العالم ما نقدرش نكمل عشان تعرفهم والنبي لقى نفسه في النهاية الوحده واذا رأوا تجارة او لهوة انفضوا اليها وتركوك قائمة وتركوك قائمة سابوا النبي الوحده عارفين احساس النبي عليه الصلاة والسلام هو متساب لوحده ده احساس النبي النهاردة يا جماعة في الامة والنبي عليه الصلاة والسلام بيؤذى ومين اللي بيرد ومين اللي بيدافع ومن اللي بيقاتل عشانك يا حبيب الله ومن اللي بيقاتل عشان رسالته معاك يا حبيب الله اني لا اخشى ان احرق ان اتمزق ان يتدثر تحت دمائي فكرا عشت به مستوثق ان يقتات بلحمي معنا عشت له اشطاق وافرق انما عليه الصلاة والسلام كان مستعد يبزل اي شيء عشان الرسالة بتاعته وعشان الاضياء بتاعته لو عرفوه لو احبوه مين فينا يجاهد عشان الناس تعرفك يا محمد ابن عبد الله ويوم ما يقابل النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض يحضن النبي ويقول له انت مني وانا منك انت اللي عرفت الدنيا مين محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام جريمة جريمة ان احنا نسيء للنبي باخلقنا وايه بسلوكياتنا في الوقت اللي النبي اخلاقه وصبره وجهده بهذه العظمة جريمة ان يكون النبي بتاعنا بهذه العظمة واحنا العالم كله عارف عظمةنا بلون بنا برد الهندوس والسيخ واليهود والمجوس والملحدين العالم كله عارف عظم جورج واشنطن والاباء العظماء بتاع امريكا العالم كله عارف مين هو جيمس جينس ومن دستوفيسكي والعالم كله عارف العظماء في سائر المجالات واللي خده نوبل في سائر المجالات احنا مش قادرين نعرف الناس مين هو محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام وسيبقى محمد سواء اتكلمنا عنه او ما اتكلمناش سواء نصرناه او ما نصرناهوش سواء كفحنا من اجل ان الناس تعرفوا او ما كفحناش سيبقى محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام سيبقى النبراص سيبقى النور الهادي سيبقى قائد لهذه الامة نقتدي باثري ونقتدي بنوري محمد ابن عبد الله حبيب الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ما اخرجني الا الجوع ما اخرجني الا الجوع في يوم من الايام النبي عليه الصلاة والسلام الحاكم اللي الدنيا كلها بتستنير بنوره خرج من بيته لانه جعان ما عندوش في بيته حاجة في يوم من الايام جاله واحد ضيف تفوته على بيوته التسعة عشان يدور على على الغيف عشي يتعشى به والتسعة يقسمه ما عندنا الا الماء ده النبي عليه الصلاة والسلام يا غرب ياللي بتشتموا فيه وانتو مش عارفين هو مين المخرج الهولندي اللي عمل الفيلم الموسيق للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الاخلاق عن النبي عليه الصلاة والسلام اسلم وابنه اسلم وسمى نفسه على اسم صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام علي ابن ابي طالب اللي هيعرفه هيحبه اللي هيعرفه هيتبعه اقروا عن محمد غرب اقرم عن محمد يا كل هندوسي يا كل سيخي يا كل واحد بتتبع كونفوشيوس يا كل واحد بتقول لا اله والحيا مدى يا كل واحد بتقول عيسى اله يا كل واحد بتقول احنا شعب الله المختار يا بشرية ثوبوا الى رجدكم يا نصارى مصر يا نصارى العالم يا كل واحد لا يعتقد ان محمد ابن عبد الله رسول من عند الله سبحانه وتعالى اقروا صرته الاول بس اقروا عنه اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا اقروا عنه انتم هتذهلوا وهتندموا على كل يوم عد عليكم وانتم لستم من اتباعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك شفت يا ما ناس مناهت عيش العمر جنبك وبرضو ما يكفيش احلى دنيا عندي ما تساويش الا معاك رسول الله